تقوم أنه إذا سجدت سجدة واحدة ثم قمت وقرأت الفاتحة نسيانا هل يزوني أن أرجع وأسجد أم ماذا نسيت سجدة وقامت الواجب عليها الرجوع لأنها تركت ركنا مدام أنها ما زالت قائمة يعني لم تستمر في صراتي حتى وصلت للسجود إنها ما زالت قائمة أو حتى راكة فإن الواجب عليها أن ترجع لما تركت ترجع وتجلس جلوس الذي بين السجدتين ثم تسجد ثم تتم صلاتها على ما بقي من صلاتها وأما إذا كانت قد وصلت للسجود فتلتغي الركعة السابقة وتحل هذه محلها شكر الله لكم فضيط شيخ